السلام عليكم كلنا اسمعنا عن قصة حكوم الشخص اللي يتعامل معاملة سيئة من منصة بلاي سيشن واللي صربوا له بياناته وحزروا حسابه واللي اتضح ان خدمته عاملة بلاي سيشن اسوأ من خدمة العملة انت عندنا المهم انا كنت عايز اتكلم عن الموضوع ده لكن اتشغلت في فيديو تاني والاخوة اليوتيوبر زماء الصاروش وجلده سوني وقالوا كل شيء وانا مش هضيف حاجة جديدة عن الاتقال وكلنا معاك يا حج حكوم بس انا حبيت اتكلم بشكل مختلف او من زاوية اخرى وعفكرة اللي حصل مع حكوم ده اللي لفت نظري وخليني اعمل فيديو النهاردة وهو عن العابة ديجتال وازاي ممكن في لحظة تضيع كلها في ثانية تلاقي كل الععاب اللي انت اشتريتها طوال السنين بالاف الدولارات فكل يروح عليك وموضوعنا مش بس عن الديجتال والفيزيكال وبرضو المعاملة نفسها ان الشركة تكون شايفاك شوية الفلوس عرفيا وفي لحظة طبيعك ترفصك يعني انت تفضل تروج لهم وبتدافع عنهم سواء سوني او اي شركة تانية في العموم ولكن في لحظة تقولك شرفت يا بيه ويلا مع السلامة والفيديو ده برعاية محلات جيمس تو ايجيبت لبيق اي شيء خاصة للععاب في مصر وفي اليامارات فاستعادي مع علم موضوعنا خطير ولو انت جديد على القناة وحبيت المحتوى فاتمنى تعمل لايك تشتريك في القناة واتفعل الجرس ويلا بينا نبدأ الاول في موضوع الفيزيكال او الاستوانات وعلى فكرة معلومة صادمة الباند اللي اخده حكوم او لو اي احد اخد بان على حسابه ده معناه انك انت مش هتعف تشم اي لعبة اشتريتها ديجتال على الحساب يعني كله في الباي باي وجايز انت تعمل حاجة غلط وتاخد بان او يحصل صوت تفاهم وتلبس بان لكنك ما تعرفش التواصل مع الجهة المختصة فالعابك كلها راحت او جايز حسابك يتحكر ويتسرق بياناته او برضو ما تعرفش التواصل عشان ترجع حقك او برضو حط احتمال صغير انك تنسى بيانات الحساب بتاعتك تنسى الباسورد او تنسى السؤال الامان او اي شيء عموما الفيزيكال بيحمل اللعب من كل المشاكل دي اي نعم السيف كله هيروح وهتبدأ من الاول بس على الاقل انت ما زد انتلك مكتب اللعاب وتقدر تلعبها من جديد الاحساب مختلف يا سيدي نص العامة ولا العامة كله لا لسه تخيل لو شخص صار فلوس حقيقية في داخل اللعبة وليكن فيفا او فورتنايت او اي لعبة حرامية عموما فبرضو كل ضدائية صديقي حرفيا الواحد ممكن يتجنن واللي حصل محاكم وضح لي ان حساب اللاعب مش في امان ابدا وممكن في ثانية كل يروح لاعب السنين كل يروح في لحظة بسبب خطأ من الشركة طيب من اللي هيتحمل الخطأ ده الشركة مستحيل طبعا تعترف بغلطها وانما اللاعب هو اللي هيدفع في الاخر شيء صعب شيء وحش شيء ما اقدرش اتمناه لاعدائي وفي العموم الفيزيكال احسن من ديجيتال بمئة المرات لانك انت بتمتلك اللعبة بالشكل فعلي فتقدر تعمل بها اللي انت عايزه زي انك تبدلها او تباها وتسترد جزء من سعرها وخلي بالك ان فيها لعاب الشركات بتوقف باعها والسرفرات بتقفل واللاعب دي بتبقى نادرة فانت لو تمتلك الاسطوانة تقدر تلعبها اوفلاين لكنك ما تقدرش تشريها ديجيتال لانتشات ميلي ستور وهولك الحاجة انت اكيد عارف اتفاقية الترخيص او قائمة الشروط اللي بتطلع لما بتفتح اي لعبة قائمة مليانة لات مليانة كلام محدش فاضي قراها و 99% من الناس بتوافق وخلاص عشان اللعبة تفتح في باند في القائمة دي بيقولك ان الشركة ممكن في اي لحظة تقفل اللعبة او تقفل السرفرات وانت مالكش الحق وما ينفعش الطالب بفلوسك وممكن تلاقي اللعبة تشاهد من الحساب بتاعك وبرضو ما تقدرش انك تعترض زي مثلا لعبة ذاكرو او جيم اوف ثرونز ولان الترخيص انتهت اللعبة تتشال من الحساب لكن لو انت معك نسخة فيزيئية اللعبة هتفضل معاك وتلعبها في اي وقت الديجيتال معناه انك انت هتفضل تحت رحمة الشركات لا لسه اخد الاسوأ اللعبة بتعملها ريماستر والنسخة الاصلية اللي كانت بالاتباع بسعر رخيص على الستور فيغلوها زي لعبة هورايزون اللي كانت بالاتباع بعشرين دولار تمام يا عم تمام ولما اعلنوا على الريماستر شطبوه على العشرين وخلوها اربعين شايف البهدلة شايف البجاحة شايف قلة الادب شايف الرخص والسرقة وطبعا مع العشرة دولار الترقية فالمبلغ كله بقى خمسين معانين انت ممكن تشتري النسخة الاصلية فيزيكال بسعر رخيص جدا واكتر امثلة على الكلام ده لو تفتكروا الديمو بي تي بتاع السالانت هيل ديمو نادر وملوش اي اصدار فيزيائي لانه ديمو مش لعبة كاملة ولكن تخيل يا مؤمن تخيل الغباوة في ناس على اي باي بتبيع جهاز البي اس فور بالديمو بتاع بي تي بحوالي الف دولار تخيل العبط الف دولار انت متخيل انت متصور انما لو الديمو كان موجود على الستور ما كانش كل ده حصل وايه يستفس الكلام ده على العاد تانية تشات من الستور والطريقة الوحيدة انك تلعبها هو تشتريها بسعر خيالي الفيزيكال بيحل كل المشاكل دي والمشكلة فين يا حبيب قلبي ان الشركات عايزين بايا شكل يبعدوك عن فيزيائي ويخلوك تشتري ديجيتال وبس يعني مثلا البي اس 5 برو مفوش كار اقراس ولازم تشتريه منفصل ويجي واحد يقولك ده المستقبل ولازم يتقدم ونتطور ومش عارف ايه انت بتقول يا يا ابني العمر ما سمعت عن المستقبل يخليك تحت رحمة الشركات ويدعسوا عليك وانت مليقدرش انك تعترض او تفتح بقك ده المستقبل والتطور اللي انت عايزه لا يا معلم خلهولك الديجيتال عبارة عن استغلال الشركات اللاعب وهجبها لك من منظور تاني دلوقتي افرض ان الستور واللي يكون بلاي سيشن او نينتندو ببيع لعبة بستين دولار ومفيش اي طريقة تانية لشراء اللعبة دي وانت هنا مطار تدفعها ستين وبرضو خلي بالك انت مش هتراها افتباعها لانها ديجيتال انما لو اللعبة دي موجودة كنسخة فيزيائية في محلات مختلفة زي جيمي ستوب او اي بي او اي محلات في بلدك فجايزة تعمل عليها تخفيض وتشتريها بسعر قل وتباعها كمان لكن لو اللعبة مالهاش نسخة فيزيائية او فرضا الفيزيائية انتهى وانقرض فانت مضطر انك تشتريها اونلاين بالسعر الكامل من السور الرسمي وساعتها الشركات مش هتخفض من سعر اللعبة فعرفت ليه الشركات عايزة تمنعها الفيزيائي عشان يخلوك تتعامل مع الستور بتاعهم بس وديك شوف تعامل ايه في هورايزون افرض هورايزون مالهاش اصدار فيزيائي فاته مضطر انك تشتريها ديجيتال باربعين وبخمسين يباشدوا الناس ولاد جنية عارفين هما بيعملوا ايه عارفين ازاي يحلبوا اللعب ويدفعوه وبعد ما تشتري الععبك ديجيتال يحصل خطأ لقدر الله وتلب اسبان فساعاتها سلم لها التطور وهولك على حاجة طمع الشركات بيأتي الولاء بيخلي اللاعب ما بقاش عنده ولاء للمنصة يريد تفهمه الكلام ده المهم الفيزيكال ليه مميزات كتير وبيحل مشاكل للتحميل البطيء والنت أس الحفائي ومنظر الاسطوانة بيبقى فخم كأنك مسك حاجة قومية مسك كنز مثلا في ايدك فالغلاف له هيبة والكتاب اللي بيجي معاها فشكل الاسطوانة وامتلكها دكتور الشيء مرض لللاعب وده للأسف ما بقاش موجود وعندك اسطوانات السيل بوكس وبرضو ما بقيتش الصنع الفيزيكال هو الحرية بكل ما تعنيه الكلمة حرية في اللاعب حرية في البيئة والشيرة والشركات مش عايزين ده فمعظم الشركات مؤخرا بتنزل اللعبة ديجيطال فقط وده عشان يمنعوا عملية التبديل والبيع لاني وأكيد انت سيدلا عارفين لما بتشتري اللعبة ديجيطال فاللعبة تتحطى الحساب وصعب انك تبيعه بس بص طبعا مش هتحك على بعض اكيد كان فيه عيوب في الفيزيكال زي انه بياخد مساحة كبيرة في القوضة ولازم تحافظ على اسطوانة بتاعتك من اي اخر بوش او خدش لاني هتبوز وهتتريمي وعلى فكرة الديجيطال فيه خاصية حلوة جدا بتوفر جامعة في الفلوس وهي المشاركة انك انت ممكن تدي الحساب بتاعك لصاحبك او اخوك ويلب عليه اي لعب فمسلا تشتروا نسخة واحدة من اللعبة وتلعبوا نفس اللعبة دي في نفس الوقت على جهازين المختلفين الفيزيكال ما ينفعش انك تعمل فيك كلام ده لازم على اقل تكون خلصت اللعبة قبل ما تسلفها او تديها لحد لكن الفيزيكال فيه ميزة عظيمة جدا الاوهاية اللعب بيصنع ذكرياته من خلال امتلاكه والشراءه للعبة كل واحد فينا عنده ذكريات لما بيشتري اللعبة اسطوانة ذكريات انه راح المحل مسكل اسطوانة بايده لعابة هوا وعيلته ذكريات انها كانت كنت مع والدك وبتشتروا اللعبة او الجهاز لما بتربط ذكرياتك بالطرفيه فبتخلي منتج اللعبة افضل وافضل ابتصنع نستالجا بتفتكر اليوم كله واليوم ده بيفضل في ذاكرتك العمر كله انا افتكر زمان لما اشتريت ميتالجيل الصليد على البي اس وان من عند العجيل او عمر افندي مش متذكر بالزبط بس البيع ساعتها كان منبهر بيها جامد كانت ايام حلوة كانت ايام حلوة بجده يا جماعة شراكك في الخدمات هل ده بيصنع ذكرياتك مع اللعبة هل ده بخليك ترابط باللعبة دي ما اعتقدش بصراحة كلنا عندنا قصة وذكره مميزة لما شترينا اول لعبة او اول جهاز والديجيتال بيقتل الذكريات دي مفيش غلط انك تلعب ديجيتال او تشتريك في خدمة بتقدم لك ميات اللعب وحاك تلعب اللعبة بالطريقة اللي انت شايفة مناسبة لك محدش يقدر يمنعك او يفرض عليك انك تلعبها بطريقة تانية لكن برضو صعبت كارنا الديجيتال مع الفيزياء ايه شراك للسطوانة بيبقى عبارة عن رحلة مغامرة بتبدأ لما بتشتريها وبتنتهي لما بتختمها وبجد يريد ايام تترجع فاكرين لما كنا بنشتري اللعبة وملاقي معها دموا للعبة تانية ولولي في التعليقات لو فاكرين اي قصص عن شراكك ملاو اللعبة في طفولتكم الكلام ده انتهى للأسف لنسانك الحاجة تخليك تضحك ووريك ازاي الشركات تستاذق باللعب لما تحط الاسطوانة عشان تتسطب على الهارد او الاس اس دي لكن لا تلاقي انها بتحمل من النت اللي هو ايه الهبل ده ما انا لو عايز اشتريها ديجيتال هشتريها ديجيتال انا اشتريها اسطوانة عشان اوفر على نفسي وقت التحميل لكن لا كمة الغباء الصراحة من الشركات او برضو تفتح غياف اسطوانة بس تلاقيها عبارة عن كود مفيش اسطوانة من الاساس مجرد ورقة ما عفنا عليها كود وحملها من النت وربنا ايه خلينا ساعدتك بجد الشركات عايز الحر ده تطور اللي انتو عايزينه وفي لعب كتير داونلود اونلي والمشكلة ان اللاعب مش بعرف ده اللي لما يقع في المصير ده طيب تاني حاجة عايز اتكلم عنها وبشكل سريع هي الناس اللي الاسف بتطبل للشركات عشان قطعة بلاستيك حقيرة تخيل واحد يسيء لشخص ويشيل زنوب عشان ينصر شركة مش سألة عليك ولا تعرفوا للاسف وصلنا لزمن اغبر بجد يعني المشكلة ان الناس دي ناسية انا فيه حساب في الاخرى تخيل الناس اللي انت اسأت لها طوال حياتك فتيجي تاخد من ثوابك ده مصيبة بجده اجرعان فلاقي ابني تعمل في نفسك كده كلنا بنلعب ونبارس الهواية اللي بنحبها وهو انت مش هتكون جيمر الا ما تدافع عن شركتك المصونة انا حرفيا بشوف بلاوي وبعض الناس للاسف بتدافع عن الشركات اكتر ما تدافع عن دينها انت متخيل حرفيا لو جيه واحد سب النبي او الدين فيه ناس مش هتدافع عن دينها لكن لو حد جي سب شركته المصونة يا ويلو يا سواد ليلو ما سب جده اجرعان شيء محزن والشركة اصلا مش هتشكرك عدفاعك ومش هتديك العبها بلاش وقديك شفت حكوم بعد سنين من تكريس حياته لبريستيشن ورامو بسبب خطأ من عندهم يعني الشركة مش بقي عليك فانت رايح تسب وتشتم في فلان وعلان عشان شطن منصة ولا جهاز ولا انه اعجب بلعبة مش عجبك يا جرع كبر مخك انت مالك اللي بتحكم بقراء الناس عالم عجيبة يا اخي طب اللي الشركة اللي بتحبها هقول رأيك بمتهى الصراحة بس بدون سأل حد بدون تجريح في النهاية قول لي انتقلك في كلامي هل متفق معي ولا مختلف هل بتفضل في الزيائي ام الدجتال ولو عاجبك الفيديو فهتمان تعمل اي مصلحة لايك اشتراك فعل الجرس بعمل حاجات حلوة على القناة فاتفرج وعيش بس شرككم على المشاهدة كان معك وابو احمد واشوفكم في فيديو جديد